وزير المالية المصري محمد معيت مبارح كنت بعمل ما بينه وما بين كواسي كوارتينج وزير المالية المقال في بريطانيا مقارنة وقلت ان الراجل خد قرارات غلط فروح انما محمد معيت بيطلع يجذب كل يوم وبيطلع يستضف في القنوات كل يوم ولا بيروح ولا حد بيقوله انت بتعملين محمد معيت طلق مع عمر أديب مبارح يتكلم عن حاجة كثيرة جدا عن قرض صندوق الناد الدولي عن موضوع السلع عن حيات الحقيقة تصريحات مهمة عن هروب 22 مليار دولار من الاموال الساخنة في 6 شهور كان ناقص بس يقول احنا مش عارفين خرجت امتى وازاي وفين وليه واحنا ملنا اكيد المواطن اللي بيتحمل المسئولية دي كان بيتكلم على موضوع الجمارك على موضوع العربيات اللي جاي من بره الوحدات السكنية القصة اللي بنتكلم فيها بقالنا يومين عن قناص الدولار عبدالفتاح السيسي واستهدافه للمعارضين للمصريين في الخارج واموالهم وجيوبهم فكان محمد معيد لازم يتكلم تعالوا نشوف معيد في نفس الوقت اللي كان بيتكلم فيه كانت كريستالينا دورجيفا وهي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بتجري حوار مع وكالة رويترز عن قرض صندوق النقد الدولي لمصر تعالوا نشوف معيد كان بيقول ايه مع عمر في الوقت اللي كانت كريستالينا دورجيفا بتتكلم مع رويترز عن نفس الموضوع نشوف هل في فرق ولا لا محمد معيد بيقول مصر في المرحلة النهائية من المفاوضات بشأن قرض صندوق النقد الدولي كريستينا دورجيفا كانت بتقول لرويترز الجانبان لا يزالان يعملان على مسائل ليس بسيطة وتتعلق بسعر الصرف لكن في اتفاق في التصريحات ان احنا يعرف في المحطات الأخيرة خلاص يعني قربنا نتفق على القرض والكلام ده تقرير لبانك جولدمن ساكس كان بيقول من أكثر من أسبوع أن مصر تحتاج 15 مليار من الصندوق غير الأموال التي تلقتها من الخليج ده تقرير بانك جولدمن ساكس لكن قيمة القرض المتوقعة في الحقيقة وفقا لتقديرات خبراء اقصاديين كثر لن تتجاوز الخمسة مليارات دولارات وربما تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة مليار دولار الجنيه المصري الحقيقة هو واحد من أسوأ العملات أداء في العالم في عام 2022 وضعف العملة أدى إلى تفاقم التضخم بنسبة 15% تعالوا نشوف محمد معيت قال إيه أو جزء من تصريحات وزير المالية المصري محمد معيت مع عمر قديم بالأمس أحب أطمن المواطنين لأنه طبعا يترى بقى سياسات المالية يبقى فيه يعني شروط وحاجات ده سعبا بأعكد لأ سياسات المالية وحب أطمن المواطنين فأحنا تطمن يا سيد الوزير إحنا متطمنين والشعب المصري متطمن لكن الحقيقة المحرر اللي شغال في وولستريت جورنال وبيكتب تقريره عن مصر مبارح ما كانش متطمن أو على ما يبدو أنه لم يصدق تطمينات وزير المالية المصري محمد معيت ما هو زي ما حضرتك عارف وزي ما الأستاذ إبراهيم عيسى مأكد لك قبل كده إن الإيكونوميست وولستريت جورنال وواشنطن بوست ونيورك تايمز والجارديان وأي صحيفة أجنبية في أي حتة كلهم بيتأمروا ضد مصر كلهم بيتأمروا لإسقاط سيادة وفخامة المشيرة الرئيس الركن عند الفتاح السيسي زي ما حضرتك عارف يعني ففي الوقت اللي معيت كان بيقول في العمر المواطنين يتطمنوا ما عندناش مشكلة اوعى أي حاجة تقلقك الأمور زي الفل الأسعار تمام كانت وولستريت جورنال بتنشر تقرير خطير الحقيقة بتتكلم أنه يجتاح مصر في الوقت الحالي نقص حاد في الأدوية والملابس والمواد الغذائية نتيجة شح الدولار معيت كان بيقول أن احنا خرج من عندنا 22 مليار دولار في 6 شهور وولستريت جورنال كان بتقول كلام مشابه يجتاح مصر نقص حاد في الأدوية والملابس والمواد الغذائية نتيجة شح الدولار مصر هي من أكثر البلاد عرضة لإيه بقى للصدمات الاقتصادية في العالم استخدمت مصر الديون وثروات الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا لضمان بناء عاصمة جديدة نقف هنا شوية نفس القصة اللي بتطاردكو اللي كنت بحكي فيها مبارح بروزوها يا جماعة إما غباء وإما فساد وإما فشل هنا والستريت جورنال بتتكلم على نقطتين أو يمكن التلاتة الغباء النخيات الديون وثروات الغاز الطبيعي موضة غباء وداخل فيه فساد وداخل فيه فشل ليه؟ لأنك ما حلتش المسألتين دول ما هو أنت كان المفروض أو الطبيعي أنك تاخد من هنا الديون وتاخد ثروات الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا وتطلع بيها تعالج النقص الحد في الأدوية والملابس والمواد الغذائية وتعالج شح الدولار مش كده؟ لكن اللي حصل إيه؟ وبالتالي ما كنتش هتبقى من أكتر البلاد عرضة للصدمات في العالم لكن إنت عملت إيه؟ الغباء والفساد والفشل خدت الديون خدت ثروات الغاز الطبيعي وولستريت جورنال بتقول لك إيه؟ وروح توديتها للعاصمة الإدارية الجديدة وبالتالي النظام في كل مرة في كل تقرير بيؤكد التهمة أو العنوان العريض اللي قلناها على المبارح غباء وفساد وفشل بتقول كمان وولستريت جورنال أن البضائع لا تزال مكدسة بالموانئ المصرية عشان إيه؟ بسبب عقبات تمنع المستوردين من الوصول للدولار ما فيش دولار فعشان كده أنا هجيب اللي في جيبك يلا قاعد برا صندوق النقد الدولي بيشدد على عدم صرف أي دفعات من القرد قبل إيه؟ قبل حدوث زيادة في احتياطيات النقد بالبنك المركزي طيب ما هو ده مش هيحصل للأسف مش هيحصل عارف ليه مش هيحصل؟ عشان الخبر اللي احنا بنختم لحضرتك به القصة هتقول لي الخبر ده إيه علاقته؟ هقول لحضرتك مصر الحمد لله الحمد لله النهاردة خبر مفرح تسلمت مصر أول فرقاطة وهي من نوع ميكو اي ميتين وهي واحدة من أصل أربع فرقاطات ألمانية الحمد لله اشتريناهم بقيمة 2.3 مليار يورو اشترينا أربع فرقاطات من ألمانيا خدنا الفرقاطة ميكو اي ميتين دي الحمد لله النهاردة سمناها أو استلمناها باسم جديد اسمها العزيز معرفش ده لأن السيسي هو عزيز مصر ولا حاجة تانية لكن الفرقاطة اللي احنا استلمناها اسمها العزيز الحمد لله ده من الموقع الرسمي النهاردة كان نشر الصور التوقيع العهد واستلام الفرقاطة فاحنا رحنا صرفنا 2 مليار يورو عشان نجيب أربع فرقاطات الحمد لله وعندنا شح دولار وعندنا مشاكل كبيرة جدا الفساد والفشل والغباء هو عنوان عريض لنظام عبدالفتاح السيسي